اطلق مكتب رعوية المرأة دكتور رامير نامزاو أهلا وسهلا فيك أهلا فيك بماريان تيفيد لي هي بيتك بالنهاية مرسي أكيدة معنا شك يعطيكم ألف عافية أول شي بس بعد ما خلص المشوار هلأ أطلقنا الوسيقى وبدنا نكمل شغل أكيد العمل مستمر مثل ما كان قبل السينودوس خبريني بالأول أي سنة بتديته بالتحضير والتوثيق والتنسيق خلينا نحط المشاهدين بصورة واسعة نعم واسعة الإطار نرجع منفوت بكل محطة بالنهاية ما فيه بمشروع الله ما فيه هيك فكرة بتنبت دايما بتحضر له ونحن أوقات ما منكون وعيين لهيدا التحضير بس منكون بقلبه بتحضر له بناءا عن مشاكل عم بتواجهوها لأ بيتحضر له بتدبير الله من خلال العنوان ونحن أوقات ما كنا نكون منتبهين يعني نحن الكنيسة المارونية في الدائرة البطرياركية بالـ 2012 غبطة البطرق أسس مكتب لرعوية المرأة مثل ما فيه مكتب لرعوية الشبيبة ومكتب لرعوية الزواج والعائلة تنيز فيه البطرياركية المارونية مش موجود بغير مزاهم مش موجود ولا بكنيسة ولا بالشرق ولا بالغرب ولا بالغرب يعني لأنه تعتبر الدائرة البطرياركية هي مكاتب تابعة للسلطة يعني هي من قلب السلطة الكنسية لأنه المشرف هو المطران واللي مرتبطة ضغري بغبطة البطرق إذن هل تأسيس هيدا مع مير دومينيك حلبي الأم دومينيك حلبي الأنطونية اللي بلشنا فيه وكننا معه يعني أنا وستاني اسمها سيمون مبارك وعدت ستات كنا معه بتأسيس من 2012 وتأسس هذا المكتب وتأسست عدة لجان لرعوية المرأة في الأبراشيات المارونية بلبنان مشينا بمسار كنا عم نعمل تنشئة وعم نعمل دراسات بيدانية وقت عملنا بال2017 دراسة عن مستوى حضور المرأة بالأبراشيات والرعاية نشوف وين موجودة المرأة بالكنيسة كيف عم بتفعل دورة وين موجودة طلع عنا أنه المرأة موجودة بكثافة بالخدمة وباللجان الكنسية خاصة بما يخص خدمة الطفولة والكرال وخدمة المحبة وخدمة الصحة والخدمات الاجتباعية لكن ما لنا موجودة كفاية بصنع الأرار هذا على المستوى الأبراشي والرعائي وأنا بقول دايما كتير مهم أنه يكون فيه تناغم بين الخدمة اللوجستية وبين الوصول كيفية الوصول إذا هذه الخدمة من خلال استراتيجيات وصنع الأرار هو للسلطة لكن على الأرض صنع القرار في كل المستويات وهون ما علي ما بدي أنفهم أنه عم نحكي وهلأ ما رح فوض بهيدا التفصيل لأنه فيه خطورة التحجيم ما علي ولا بنحكي عنه مش الهدف المراكز وصنع الأرار بطريقة مين بيستلم شو ومين مسؤول عن شو لا مش هيدا الصنع القرار يعني التشارك فيه صنع القرار مثل بالعيلة والتشاور والتشاور يعني بالعيلة فيه أم وفيه باي البي عنده دور تربوي والأم عنده دور تربوي أوقات كتير الأم المرأة بتغلط وبتاخد الدور التربوي تبع الباي على سنسة تربية يريج على إله وهذا شيء كتير غلط صحيح بالعيلة بتفرط العيلة وأوقات كتير بيصير فيها مشاكل أو العكس صحيح أو العكس صحيح وقت يكون البي بيمارس سلطة مش بمحلة مستبد أو نوع من استبداد لكن دايماً بنعطي الاستبداد لي باي والأمات أوقات عم بيستبدوا بشكل مفرط لكن كمان مش هيدا دورنا مرسي على صراحتك واعترافك فيه دايماً غلط بين عند الاثنين يعني دايماً فيه حدا ممكن يغلط فيه ناقص بالوعي خلينا نقول ما بحب كلمة أغلاط وخلينا نكفي بهالمسار كفينا لجنة رعوية المرأة بأبراشية صربة مع الراحلة دكتور جسلين خويري وقت المنسئة ماتر داني جميل قرروا أنهم يعملوا مؤتمر عن المرأة والأمومة في المشاء والتشارك في أخذ الأرارات وقت قلنا مع مكتب رعوية المرأة خلينا نبلش نحط قصص لنص عن المرأة وحضورها يكون نص مرجعي في كنيستنا لأنه مع النية بالكنيسة الكاتوليكية في كتير إشيان كتبت عن المرأة تعاليم للبابوات وتعاليم في الكنيسة كتيرة لكن إذا منعمل نص بيجمع هذه التعاليم وبينطلق من واقعنا الشرق بلشنا هيدا المسار بالألفان واثمانتعش وبعد ما الراحلة جسلين خويري تركتنا استلمت أنا مكتب رعوية المرأة بالألفان وعشرين وبلشنا مع لجنة خبراء مسكونية بالألفان وعشرين تشرين الأول نفكر سوا وأتقول خبراء خبراء في اللاهوت وفي اللاهوت الكتابي وفي الأنترنتولوجيا ميلي من الكنيسة المرونية لكن معنا كمان من الكنيسة البيزنطية والجريك كاتوليك الروم الكاتوليك ومن الكنيسة الأرتودوكسية ومن الكنيسة الإنجلية لكن الأكترية هن من الكنيسة المرونية وهلأ منسميهم أكيد بسياء الحديث لكن مع هالخبراء ومكتبنا بلشنا نحضر لمسار سينودوسي قدمنا مشروعنا لغبطة البطرق بأدار الالفان وعشرين هو وفق عليه بحزيران الالفان ووحدة وعشرين بحزيران الالفان ووحدة وعشرين بلشنا المسيرة رسميا ليش؟ لأنه بأرار رسمي من سينودوس الأساق في الموارني طلع أرار أنه نكلفه رعوية المرأة مكتب رعوية المرأة في الدائرة البطرياركية بالتحضير لهالمسار السينودوسي والسينود وكفينا بعدة مراحل لوصلنا لمبارح بتسعة أيلول وأطلقنا هذه الوثيقة يلي هي وثيقة ومحطة مهمة هل منقول شو سبقها عملياً وثيقة هي تأسيسية لنكفي بهالمسار السينودوسي في كنيسة شفنا بعض الصور من كان إطلاق الوثيقة الوثيقة الاحتفال نعم ببركة غبطه اللي سبق هالوثيقة كان شغل على مدار سنة تقريباً سنتين سنتين هنه ثلاثة سنين بس سنتين على الأرض يعني نعم لأنه مريم تيفي كانت عم بتتابع مع بعض اللي جان الرعويات المرأة بالأشرف بالأبراشيات من عدة أبراشيات يعني حتى نضلنا هيك شو عم بحضروا على تواصل كيف صار الشغل مع كل اللي جان يعني كل الأبراشيات أما كان فيه متخصصين لا وقت نقول سينودوس نعم نحنا وهلأ أكيد بسياء الحديث رح نحكي عم أهمية السينودوس السينودوس هو مسيرة هو مش عم ننظم مؤتمر نعم نحنا مشينا بمسيرة وما بعرف بالظلم كفية لأنه السينودوسية هي من طبيعة الكنيسة إذن المهم بالسينودوس وبالروحية السينودوسية إنه نتعود نمشي سوا نفكر سوا نقرر سوا ونتساءل سوا ونعمل معا إذن ها هي السينودوسية بروحانيتها لأنه الكنيسة هيده طبيعتها هلأ نحنا بالمرحلة ما قبل هذه الوسيقة فيه هي اسمها مرحلة التفكير والتساؤل والتشارك والتشاور يلي هي بلشت مثلا إذا بدفوا أو وضع خطوط عريضة للعمل أكتر من خطوط عريضة أكتر من خطوط عريضة لأنه بسموها هنه لنا يمنتا اشتغلنا لنا يمنتا ووصلنا هلأ لوسيقة العمل شو أهمية هالوثيقة؟ قبل ما نحكي بالوسيقة خلينا نحكي كيف وصلنا لها تاني يفهموا الناس أول الشي هي منا محصورة بس بالرعاية والأبرشيات ومنا محصورة بأشخاص هي تطال كل مكونات الكنيسة إذن بلشنا بمجموعات تفكيرية بتمثل كل مكونات الكنيسة يعني مجموعة كهنة مجموعة الناس بيشتغلوا عمل اجتماعي وصحي مجموعة طلاب لهوت مجموعة نساء من كل الأبرشيات مجموعة مكرسين إلى آخرية تسع مجموعات شغلتهم يطرحوا أفكار؟ شغلتهم أنه نسألهم وعصف أفكار وقت نقول مجموعات تفكيرية يعني منسأل نحنا منطرح سؤالات عامة وهن بيعطوا رأيهم وبعدين هن بيفوتوا إذا بدك بالتفاصيل يلي كل النتائج هذا التفاعل بين العمل الميداني ولجنة الخبراء تتقدير لجنة الخبراء تبلش تفكر بكيفية الصياقة تاني شي عملنا عصف أفكار شامل بلبنان بالنطاق البطرياركي وبلدان الانتشار بالأبرشيات كلها عن شو بيجيهم تساؤل عن المرأة كل أنواع التساؤل وصلنا لفوق الألف تساؤل من هالألف تساؤل عملنا استمارة نوعية كيستيونير كاليتاتيف هون إذا بدك فيه هون بلشت الخطوط العريضة من ناحية التساؤل هون وهيدي هالأسئلة راحت لعشر فئات من الكنيسة والمجتمع بيناتهم فئة المجتمع المدني ومكوناتهم المدارس والجامعات الجامعيات غير الحكومية الجامعات الرسولية الكهنة الخوريات الليجان المرأة بكل الأبرشيات الأخويات إلى آخره والمكرسين والمكرسات عشر فئات هاو دي بجوجل فورم بالعربة بالفرنسية وبالانجليزي تجاوب عليهم وهيدي الداتا يلي عم تطلع بطريقة مستمرة نحنا كنا عم ناخد هيد الداتا للجنة الخبراء كمانا حتى تكون تفكر بطريقة تفاعلية مع الأرض كان في شغل ميحة بالإطلاق الوسيقى أكيد ثلاث سنين سنتين ونص تقريبا عندك بعدين الملف التفكيري يلي هو ملف قائم ويدور حول نص عرسكان الجليل وأوجه مريم في الإنجيل مع 3-4 مجموعات أسئلة كانوا يجتمعوا كمانا وجوجل فورم يعني تنسهل على الناس وكل أبرشية باللبنان وبالانتشار كان عندها لينك لوحدة كل شي كانوا يجتمعوا بالرعاية عدة مجموعات ومش بس نسائية كانوا الشباب والصبايا والرجال والنساء من كل الفئات يجتمعوا يفكروا لأنه حطي لهم كل المنهجية نحنا ويتشاوروا يتناقشوا ويرجعوا يبعثوا أجوبتهم إذن عندناها ثلاثة وسائل يلي ما رأنا فيها وقت أجت لجنة الخبراء بدأت تكتب التحديات نعم نحنا ما جبناها من رأسنا هذه التحديات أجت من خلال هذه النتائج بناء على النتائج الميدانية نعم بعدين وقت كتبوا تاني شابيتر يلي هو الثوابت اللهوتية والأنتروبولوجية ما أجت مثلا الأختيارة متى المتخصصة بلهوت الكتابة كتبت هيك سألنا كيف لازم نكتب وشو لازم نطرحه انطلاعا من حاجات الميدانية نعم ونفس الشي للثوابت الأنتروبولوجية واللهوتية ورجعنا بتالت بتالت فصل مرحبا فتنا بتالت فصل بالوسيقة إذن عندنا فصل التحديات فصل الثوابت وبتالت فصل عندنا فصل التوجهات العامة يلي كمان انطلاعا من حاجات الناس وانطلاعا من انتظاراتهم ومن التوجهات يلي طرحوها نحن صغنا الفصل الثالث يلي هو السياسات والتوجهات حلو كتير لعم تحكي هلأ كيف رح يصير يعني شغل من بعد ما اطلقت الوثيقة شو البلان اللي مخططين له لتكامله في السينودوس هذه الوثيقة متل ما سميناها هي وثيقة تأسيسية ليش سميناها تأسيسية لانه فيها اذا بدك فصل الثوابت محاط بالفصل التحديات وفصل التوجهات والثوابت هو الفصل يلي بضيء بضوء على هوديك الثنين نعم عنا هذه المرحلة رح نبلش نحن هيدا النص رح يترجم لعدة لغات الانجليزي خلص الفرنسيوي بتخلص باخر هالشهر تقريبا ورح نروح كمان على اسبانيولي وعلى البرتوجيزي وان الله رعد على التلياني لكن شو الهدف الهدف انه هيدا يكون وسيلة عمل في التعمق بكل ما يخص الثوابت اللاهوتية والانتروبولوجية والبيبلية وطرح طرح التوجهات يلي وردت فيه تحتى تتحول لقاليات عمل ولستاتيجيات عمل لكن اهم شي رح نبلش فيه هلأ لانه نحن هلأ طبعنا الفان نسخة بس مش هيدا الفان نسخة هن بس نحن فيه بدآف رح تتعمم مع جوجل فورم كمان لانه هيدا وسيلة عمل الفان نسخة لاتوزعون على الاعضاء بالرعوية لا على كل المؤسسات على كل المؤسسات وهلأ مش بس على الكنيسة المارونية نحن هذا نحن الكنيسة المارونية كانت المبادرة وهلأ بما انه صار عندنا وسيلة عمل لديم يكون مثال لكل الكنيس نحن ما بدنا نكون مثال نحن نحن طرحنا مبادرة وكل الكنيس نحن منحطه بإيدان كل الناس الكنيس الأخرى والأديان الأخرى وبيكون هذا وسيلة التشاور وسيلة التفكر سواء تساؤل سواء لكن بقلب كليستنا نحن رح يكون فيه جوجل فورم تانية بعد ما نكون هيدا نبعثه ونوزعه بطريقة شاملة ثرو بي دي اف أكيد بيصالكم انتو كوسيلة إعلامية نحن رح نبعث معه جوجل فورم انت بكرة بتقريه جورج بعد كراءتك رح تحط بهالجوجل فورم شو انتباعاتك العامة وبالنسبة فيك فيك تخذه لأنهم قصم فقرات نا أوكي بتقول أنا بهالفقرة هاي ملاحظتي وهيدا اكتراحي وبالنسبة كمان للسياسات والتواجهات بالنسبة لهالتواجه هيدا هاي ملاحظتي وهيدا اكتراحي نا تنرجع ننطلق بعد مرة من الأرض تنتقدم لقدام يعني انتو معقول عم بتخطط مش بس تيكون في دور للمرأة بالكنيسة كمان تكون في للسوابة الوطنية الى دور بسوابة الوطنية انا ما بفصل انا في رأيه نحنا نحنا بالتوجهات اكيد في عنا انه الكنيسة هي تدعم وهي تطلب ان تكون المرأة منخرطة منخرطة في كل زمان وكل مكان واتقول في كل مكان يعني بالكنيسة والمجتمع ونحنا كمان مع انه كنيستنا وليجاننا انه تقدر تتعامل وتدعم وتتعامل بطريقة متفاعلة مع كل المبادرات ومع كل الأعمال ما لازم نحنا ندوب الحدن ما لازم نحنا بالعكس لازم نشتغل مع كل مبادرة تعمل ضد عنف المرأة بطريقة عم تشتغل لتقوية المرأة بعيلتها بزواجها بعزوبيتها ومطرح ما هي موجودة بكل القطاعات بع معنا شي خمسة بقاية بنا نستفيد أكتر شي ممكن من المعلومات إذا بتتذكري البابا يوحنى بولو ستين القديس شدد كتير على دوق المرأة بالكنيسة شو تحقق من هالدور برأيك شو عندكم ملاحظات بعد ما بحب فوت معنا تسمح لك إيه أكيد أكيد يعني المهم أنه نظهر من هول السؤالات حتى ما نوقع بالمطب المطلبة هذه الوثيقة هي وثيقة فيها بعد تعليم كتير مهم وهذه الوثيقة هي بالعكس السينودوسية هي تحتى نشتغل تنوطي مستوى المستوى المطلبة التحجيمة بمعنى التحجيمة للأمور وتحتى نفوت أكتر بالمستوى البنائي تحتى نقوي التواصل وتحتى نقوي البناء تحتى نخلق مسار يعني عادة أنت عندك مثلا إذا بتطلع هاكي بالمجتمع وبالكنيسة بتلاقي أنه شو هلأ نحن جايين هلأ النساء مش موجودات يعني بلاي دا والنساء والرجال وبس مطلوب من النساء تشتغل لدور المرأة يما مطلوب من الكل النساء تشتغل لتفعيل دور المرأة والرجال لتفعيل دور المرأة والرجل وفيسا فرسا مش هيدا إذن تحتى ما يضل فيه تشتت تحتى مش دا فيه ناس عم تشتغل من هون ومن هون نحن لنا جمعية ولا بدنا نكون جمعية نحن مع تفعيل الجمعيات نحن مع أنه تخلق مبادرات نحن مع تفعيل دور المرأة في المشاركة بالقرار تيصير فيه تشارك حقيقي مع تفعيل دور المرأة تتوعى دعوتها ورسالتها أكتر مع من خلال تعليم الكنيسة والتعليم الإيمانية وتعليم الكنيسة نحن مع لأنه مثلا انطرحت قصة الشمسية نحن مع منطالب الشمسية فيه ناس شافت من كلها الوسيقى الشمسية لا نحن عم نقول أنه هذا واقع كان موجود بتاريخ الكنيسة الشرقية نحن يجب أن نعيد دراسة هذا الوضع أصدق تخدم تخدم على الهيكل لا 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 مش أصد شي أصدق نشوف شو كان موجود بتاريخنا كيف يفسر لهوتيا وينعمل دراسة ونشوف الكنيسة الكاتوليكية وين عم بتصير وشو بده بهذا الموضوع إذن لأنه كتير فيه تحجيم شو بدكم بدكم تكونوا رؤسة لجان مش تبدي يكون رئيسة لجنة بس إذا فيه لجنة فيها بس رجال لازم يكون فيها ستات لأنه فيه تكامل ربنا خلق هذا التكامل حتى يتكاملوا بالقرار وبالتشاور يكون فيه وجود مش من خلال المراكز من خلال الحضور مش المركز من خلال الحضور وتفحيل هذا الحضور أنا هدك تحطط لك لأقلك سؤال بس خفت تزعلي منه فيه ستات بالرعويات أو عندهم دور بالكنيسة بس عم بيصير كشو أوف يعني شوفوني عم بيغاروا من بعض عم بيصير في حسد طبيعي هيدا هيدا بيصير عنده ستات وبيصير عند رجال وهيدا شي طبيعي نبني هالروحانية عند المرأة بالكنيسة لا تكون عم تشتغل بالمجانية ولا مجد الرب مش لمجدنا الشخصي هيدا قصد لا هيدا لعب أقوله أنا بإلا للمرأة إذا أنت يعرف عنك صفة أو إذا بدك ربنا عطيها عطيها قدرة التدبير والخدمة نعم والتربية والتربية على السلام مثل ما قال البابا الإديس يحنى بوله الثاني والتربية على الحب والتضحية أوكي هيدولي اللي ربنا عطيك إياهن كمواهب هودة بتفعليهم بحضورك وبحضورك مع الرجل وحضور الرجل معك إذن هي نحن نبغي كنيسة الرجال مع النساء مش حدا ياخد مطرح التاني ولا حدا يقول أنا بدي هون وهذا مش هيدا حرام نكون بهيدا المستوى حرام إنه تكون مسيرتنا المجمعية تنحرف لهيدا المستوى إذا فيه مسار إذا فيه مسار سينودوسي هو لحتى مش مكرا بدنا نحقق حتى نبلش من مطرح ماكن ونكفي بمطرح ماكن ونقدر كل واحد على قدر قدرت ما بيقدر وعلى قد ما ربنا عطينا عمر نقدر نأسس لحضور مستدام ولا لمسيرة مستدامة بالزمان والمكان بتاريخ الخلاص ونحن كإعلان منشد إيدنا على إيدكن ومنتمنى لكم كل الخير بهالمسيرة السينودوسية إن شاء الله بتطلعوا بنتائج على مستوى أمالكن يا رب ومتمنى هيك نكون نشترك إعلاميا مع حضرتكن يكون في برنامج توضيحي لكل اللي عم تشتغلوا عليه لأنه بتحرز هالوسيقة بالأربعة لأنه حكين بكتير إشياء بهالأربعة وسبعين فقرة لا تختصر بحلقة توضيحية نحن يمكن أكيد بتستاهل أنه الوسيلة العالمية مثلكون أنه نقدر من خلالها نعمل حلقات تعليمية وتثقيفية انطلاء من هالوسيقة شكرا دكتورة ميرنا على كل هالتوضيحات وألف مبروك إطلاق الوثيق ويعطيك ألف عافية على كل المجهود شكرا مسيلا لكم وهذه كانت حلقتنا لليوم بدي يودعكن على أمل تكونوا برفقة زملائي وزميلاتي لنهار الجمعة اللاراد ببرنامج On Time على مريم تيفي بدي كمان أرجع أذكركم مرة تانية بأنكم فيكم تشوفوا الفقرات اللي بتعجبكن على صفحة الفيسبوك يوتيوب مريم تيفي لابنون والله معكم موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 موسيقى